النقطة التالتة في نقطة بداية النهاردة أنواع الضمير بعد ما عرفنا الضمير وعرفنا أن الضمير مكانه في كل حتة في جسمنا هنعرف إيه هي أنواع الضمير وده نقطة مهمة جدا جدا عشان تحدد لنفسك أنت ضميرك إيه أنت ضميرك أنا نوع من الثلاث أنواع اللي أنا أعرفهم دلوقتي حدد لنفسك عشان تعرف الداء والدواء موجود بإذن الله سبحانه وتعالى قالك أن الضمائر ثلاث أنواع أو ثلاث أقسام النوع الأول الضمير الحي الضمير المستيقظ الضمير الحي والمستيقظ يا جماعة معناه شيء مهم جدا أن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ومديلك ضمير دايما وأبدا بيشدك للخير مش معناه أن الشيطان ما بيجلدش لا الشيطان بيوسوس لك حتى وانت في أعلى قمة الإيمان ولكن لما يكون ضميرك حي بتبعد عن الشيطان وبتبعد عن نفسك الأمارة ونفسك السيئة ونفسك اللي بتدعوك إلى معصية الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ألنا في آية جميلة جدا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم ليقصرون زي ما ربنا علمنا سبحانه وتعالى الضمير الحي الضمير الحي بيتمثل في القصة الجميلة اللي احنا خذناها زمان وإحنا أطفال قصة بنت بائعة اللبن في زمن سيدنا عمر سيدنا عمر ماشي بالليل بيتحسس إروعية سمع المرأة بتقول لبنتها اخلط اللبن بالماء سيدنا عمر استمع للحديث عشان يشوفها يؤدي إلى إيه فلما قالت هذه الأم لبنتها البنت كان عندها ضمير حي ومستيقظ قالت لها يا أمي ألم تعلم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقالت لها أمها إن عمر لا يرانا وهنا نطقت صاحبة الضمير الحي البنت الصغيرة إذا كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا وحد الله أيها الأحبة في الله ربنا شايفنا ربنا مطلع علينا خلي ربنا دايما وأبدا أدامك خلي ربنا في سمعك خلي ربنا في بصرك خلي ربنا في أذنك ما تخليش حد رقيب عليك إلا الله سبحانه وتعالى ضميرك الحي هو القاضي ضميرك الحي هو الشرطي ضميرك الحي هو موظف البلدية لانت خيث منه لا يعمل فيك شكوى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه حينما تولى القضاء في زمن سيدنا أبو بكر الصديق قال له إيه فضل سنة بحالها وهو قاضي ما جتلوش يعني أي قضية تخيالوا سنة بحالها قاضي عاطن ما فيش أي قضية وبعد السنة سيدنا عمر لم حاله وقال لي سيدنا عمر بكر أنا مش أشتغل قاضي عندك فسيدنا عمر قال له يا عمر أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر القضاء تقيل عليك قال له لا يا خليفة رسول الله بصر مع الناس المؤمنة لا يا خليفة رسول الله ولكن لا حاجة به عند قوم مؤمنون عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه وما عليه من واجب فلم يتوانى في أدائه أحب بعضهم بعضا إذا غاب أحدهم تفقدوه وإذا مرض عادوه وإذا استعان أعانوه وإذا طلب أعطوه دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيما يختصمون فيما يختصمون الآضاء يا جماعة عند الناس المؤمنين هيبقى عاطل ليه لأنهم أصلا إيمانهم هو الضمير الحي اللي بيحكموه في كل أفعالهم يبقى النوع الأول من الضمائر الضمائر الحي المستيقظ وأسأل الله أن يرزقنا ضميرا حيا مستيقظا دائما وأبدا إنه ولي ذلك المولاه النوع التنم الضمائر ضمير مستتر خفي ضمير مريض ليه مريض لأنه له ميت وله حي ولكن عنده استعداد للمعصية ولكن بيتوب في أقرب وقت زي سيدنا ماعز الصحابي الذي زنى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة صحابي وزنى مش عبن نعصي ولكن نعبن نستمر في المعصية فلما زنى وهو ضميره كان ساعتها مريض ومستتر إيه اللي بيحصل؟ تيقظ بعض المعصية فرح لرسول الله قال له رسول الله أنا عملت كذا وكذا وكذا فالنبي رده مرة واثنين وثلاثة قال له لعلك أن نسيت لعلك لعلك لحد ما جل النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله أنا فعلته كذا ضميره بأنبه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه صلواته الله وتسليماته عليه أقام عليه الحد لأنه كان صاحب ضمير استيقظ ولكن بعد المعصية وبعد فوات الأوان نصلى على سيدنا رسول الله النوع الثالث من أنواع الضمير وده بقى ضمير أو نوع ملوش حل أن تتداركوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى ضمير الميت يا جماعة الناس اللي بتقول لها ربنا بتقولك يا عم الناس وخباك اللي بتأس ربنا وهي فرحان الناس اللي بتعمل معصية وبتتدازز بالمعصية الناس اللي بتسرق وهي مبسوطة الناس اللي بتزني وهي مبسوطة الناس اللي بتأذي الناس وهي متمتعة ضمضم إرهم ميتة سبحانه وتعالى يتدارقهم برحمته زي لأتل التسعة وتسعين عايش عمره كله بيقتل ولكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى تدارقه برحمته صاحب الضمير الميت مالوش إلا ربنا لأن مالوش علاج إلا أن تتدارقه رحمة الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يتدارقنا برحمته